توسعة جديدة لمعبر الراعي على الحدود السورية التركية ساحة تبلغ مساحتها 16 دنما مخصصة لتفريغ البضائع تم إنشاؤها بالتنسيق مع الحكومة السورية المؤقتة والهدف المرجو منها زيادة وطيرة النشاط التجاري وتسهيل دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى داخل البلاد قيادة الاتلاف الوطني ممثلة برئيسها الجديد الأستاذ أنس العبدة ورئيس الحكومة المؤقتة المكلف الأستاذ عبد الرحمن مصطفى والأمين العام للاتلاف السيد عبد الباصط عبد اللطيف والوفد المرافق قاموا بجولة تفقدية للمعبر تأكدوا خلالها من حسن سير العمل وناقشوا مع مسؤوليه سبل تيسيره لأداء أفضل وفيما يكتسب المعبر أهمية استراتيجية نتيجة توسطه لحدود المناطق المحررة مع الجانب التركي أوضح مدير عام المعبر السيد نضال عثمان أن سوية العمل في تطور مستمر وأن حركة النقل فيه ارتفعت من أربعين شاحن تجارية بداية تأسيسه لقرابة المئة وخمسين وبينما بين عثمان لوفد الائتلاف الوطني نية الإدارة والحكومة المؤقتة إنشاء ساحة ثانية لتفريغ البضائع وإحداث مبان جديدة منها مبنى إدارية وآخر للهجرة أكد عثمان لقيادة الائتلاف والحكومة المؤقتة زيادة الجهد لتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين ضمن المعبر وأكد على زيادة كم من نشاط التجارية وفيما تشير الأرقام إلى زيادة عدد شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قرابة الأربعين شاحنة توضح الوقائع أثر افتتاح المعبر وتطويره على تيسير عمل دخول الشاحنات حيث بات بمقدور السيارات التجارية التركية الدخول ولأول مرة لتفريغ حمولتها مباشرة بمناطق درع الفرات وغصن الزيتون وفيما اختتم وفد الائتلاف والحكومة زيارتهم التفقدية لمعبر الراعي بتوصيات تؤكد ضرورة الاستمرار في العمل على تطوير الأداء أكمل الوفد جولته على مؤسسات القطاع الخدمية في الشمال السورية وذلك في إطار مساعيه لزيادة حسن عملها